شهدت العاصمة السدانية بعض الهدوء اليوم في ظل هدنة تستمر سبعة أيام غير أنها لم تسمح بعد بتقديم المساعدات الإنسانية المنتظرة لملايين المحاصرين في العاصمة وقال شهود أن الخرطوم تشهد بعض الهدوء بالرغم من ورود أنباء عن اشتباكات متفرقة خلال الليل وتحدثت وسائل إعلام عن وقوع اشتباكات في شمال غرب الخرطوم وجنوب مدينة أمدرمان المجاورة لها وفي غضون ذلك قال الجيش أن دعوته لقوات الاحتياط أمس هو تعبئة جزئية وإجراء دستوري وضاف أنه يتوقع استجابة أعداد كبيرة للدعوة